مدرسة ميدنينكتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات فهمتم السرعة؟ اشتركوا في القناة كما يمكنكم أن تشاهدوا من هذه الحسابات الأولية فبتعزيز منظمات النمو بالمواد الإضافية نجدها في صيغة نمو النبتة فقد زادت نبتة البازلاء حجمها كثيرا تذكير مطمئن آخر عن قدرة الإنسان في التحكم بالطبيعة الأوم رائع ثم تفقب في طبقة الأوزون لكن كل شيء سيكون بخير لأنه لدينا بازلاء عملاقة نبتة اللذيذة نات أنت وباء صغير هاي من يهز المركب؟ نات لا تقول إنك تناولت فلفلا أحمر حار آلسة كريتشير ألديك أمر ترغبين بمشاطرة الصف به؟ أقول إن الجو حار قليلا هنا اذهبا إلى المنزل هيا نات نات تبدو مريضا نات بخير العالم غير واضح هاي كريبي الأخوة كريبي بولي لقد قلت لكما أن تعودا إلى المنزل أجل لكن لا أملك الوقت للألعاب يجب أن أسلم فرد النهائي لصف الفنون أجل ولكن نات لقد سقط ولا يبدو بحالة جيدة نات كبير هل هذا من أظنه؟ مستحيل نات هل هذا أنت؟ لم يعد نات وباء صغيرا بل صار وباء كبيرا لست مغطئ سقط داخل الزجاجة المحتوية على المادة الأرجوانية الأرجوانية؟ تعني تركيبة النمو الأرجوانية؟ لكن يجب أن نخرجه من هنا قبل أن يراه أحد فات الأوان لذلك هل فقدت صوابي؟ أو أن هؤلاء لا يعرفون الحشرات العملاقة عندما يشاهدونها؟ هيا علينا إيجاد وسيلة لإعادته إلى طبيعته أو أن والدتي ستقضي علي أتعلمين؟ شاهدت هذا في فيلم ذات مرة كان هناك جزيرة وقروض ترتدي زي المهرج لا وقت للتوافح السينمائية علينا إيجاد وسيلة لتصغير حجمه سأبدأ العمل على إيجادة الرياق نات لا يمكنك التشبث بالمصابيح الكهربائية صرت ثقيل الوازن لا سنقع في متاعب كبيرة ألن تعرفيني إلي؟ أنا المرحبة الرسمية في لجنة مدرسة ميدلينغتون المتوسطة من؟ هو؟ إنه غريب إنه نسيب المبعد نات صار نات قبيراً الآن لماذا يتكلموا بهذه الطريقة؟ إنه في الواقع أم؟ إنه من فرنسا تكساس فرنسا في الواقع اسمه الحقيقي ناتي جامبير حسناً يجب أن نذهب حسناً سيد ناتي تكساس فرنسا حسناً حسناً باج ابحث عن ترياقن بينما أحاول ندعى هذا السيد الشعبي من نقحام نفسه في المزيد من المتاعب من الجيد أني حصلت على المهمة السهلة لا نات لا تدخل إلى هناك نات نات هيا لنرحل من هنا قبل أن ليجلس الجميع من فضلكم يفوت الأوان طلبت مني معلمتكم في صف الفنون أن أقيم فردكم الفني ما الذي يجي هنا؟ إنه نسيبي من فرنسا إنه حسناً مدهش عمل ناسيبك مثال ممتاز للجانب اللاشعوري وهو محرر كلياً من الغرور أو إكراه المعايير الاجتماعية أيها الشاب حريتك في التعبير منعشة جداً أجل منعشة أنا لا أذكر أني سجلت اسمك أو شاهدتك في المدرسة حسناً نات ليس تلميذاً في الواقع إنه سيغادر كان ذلك أوشيكاً عكست نظرية الدكتور باباس على اللوح إنه أمر عبقري إنه جاهز أخيراً رائع نات اشرب أنا رائعاً جداً لما لم ينجح؟ لابد أني نسيت أن أنقل الاثنين أفعل ذلك دوماً كريبي بولي أنا منهمكة الآن كيف خرج من هنا؟ لا يعقل أن يكون هذا جيداً كريبي كريتشير بقدر ما أود أن أحلل نفسياً فشلكي في احترام نظام المدرسة أجد الأمر أسهل في منحكي هذه عقوبة احتجاز؟ ليس سيئاً ليس جيداً، ليس جيداً عقوبة احتجاز عقوبة احتجاز اشرب الآن كريبي، سرني أني وجدتك حقاً؟ كنت أبحث عن ناسيبك أرد التحدث إليه باللغة الفرنسية فقد كنت أجد اللغة الفرنسية جيداً في فترة شبابي في الواقع لقد عاد إلى موطني أمر مؤسف حسناً، عدى الآن إلى العمل وكريبي، سأراك هنا لاحقاً وأخيراً يسرني أننا انتهينا من الأمر وأخيراً، لفترة انفراد قصيرة حيث يمكنني الاستمتاع بالفوائد السلمية لإدارة سلسة للمدرسة أحد أكبر الحشرات على الأرض تنتمي إلى عائلة الصراصير قد تكبر هذه الصراصير لتصبح بحجم الكف وبوزن هاتف جوال تذكروا هذا عندما تقومون بأي اتصال كريبي، كيف كان يومك المدرسي؟ جيد أنا ألتقت ذبذبة سلبية ماذا تمسكين بيدك؟ إنه مجرد إعلان لمباراة بولين مملة لكني لن أحضرها لا تحجو بي نفسك عن التجارب الجديدة كريبيلا إذا حاولت لعب البولينغ فقد تتقنيها ثق بي، فمباراة البولينغ هذه ليست لي أبي مرحباً باج آمل أنك كنت تمرنين رميتك جئت ووالدي لنصطحبك إلى الافتتاح الكبير لنادي سبايسبول لاينز الجديد هل نسيت باج؟ إنها مباراة والد وتلميذ في الواقع هذه اللعبة ليست مناسبة لوالدي لا بأس مطلقاً الليلة، أنت عضو شرف في فريقي بنتلي شكراً باج، لكن هذا لا يمكن آه، هيا كريبي لا تفوت كل المرح، هناك مفاجآت هيا تعالي كريبي لا حسناً، سمعت أن ثمة بواب يشبه ججداً عملاقاً حسناً، سوف أحضر حالاً إلى اللقاء ولكن إلى أين تذهبين؟ بولينغ ألم تكن لعبة البولينغ مملة منذ قليل؟ ما هذا؟ منافسة والد وتلميذ لم تخبرني حتى البولينغ ليس الرياضة الملائمة لمرئ من قامتي لا خطف في قامتك عزيزي يمكنك تسلق أعلى تلتنامل أو أن تصبح في أعمق بركة ناجل كريبي ولكن البولينغ؟ فينسن، ماذا نقول لأولادنا دوماً؟ يمكنكم أن تفعلوا جل ما تقررون أنت محق عزيزتي أهلاً وسهلاً بالجميع انظري إلى هندسة البناء هذا نفحة من الماضي هذا صحيح بل من المستقبل تذكري جئنا لنلقنهم درساً ونهزمهم لأننا عائلة تنتفوز دوماً أهلاً بكم يا أبناء الأرض في نادي أوب سفايس بول بالفعل مثير للخوف أواثق من هذا يا بني؟ ظننت أني ألقي نظرة أخيرة على الجميع أيتها الأميرة لأننا سنغضي عليهم بعد قليل نموذجي أظن أن لدينا فرصة بنسبة 32% في احتلال المرتبة السادسة من المتنافسين خلال الجولات الأربع الأولى واضح تعلم ذلك؟ أثبت ذلك ارفع يدك جانبا؟ منخفضا؟ هيا يا بني إن عائلتنا ستفوز بالتأكيد رائع نحن الأقوى نحن الأقوى كريبي كريتشار هل يكون والدك في أغلب الأحيان مستهتر؟ لا لكن لديه عمل يقوم به لابد أنه عائد إلى الموطن الآن أوه فهمت هل يسافر غالبا؟ إنها جولتنا الأولى ليتراجع الجميع بسرعة وإلا ستسحقونا كالحشر أزل أبي إسابة نحن الأفضل نحن مميزان بالفعل أزل رائع أبي كرر ذلك أحسن هذه تأثيرات مذهلة الآن دورك كريبي يساراً يساراً يميناً يميناً كريبي لا تلومي نفسك هكذا لا داعي لليأس على المرء أن يتخيل النجاح انظري إلي هل فهمت ما أعني؟ أمر غريب يميناً لابد أن هذا التصور ناجح من دون شهر نجح! نجح! دربة موفقة! انا مذهلة أمر مستحيل هذا أمر غريب اعتداء تم رصد شخص في مكان محرور مرحبا أبي أنت هنا؟ هل كنت أنت؟ أمر مذهل جدا وجدت نشرة الإعلانية ولم أشأن تشعري بأنني تخليت عنكي لكني لم أظن كما تعلم بأنك تحب لعب البالينج لقد تمرنت قليلا أفعل أي شيء من أجلك كريبيلا إن كفأت التلميذة إلى مرحلة تراجع في التطور الاجتماعي فهي تتحدث إلى أشياء غير حية أبي هذا تصرف لطيف لكنه شبيه بالغش إذا حركت الكرة وما إلى هنالك بما أن المديرة حلت مكاني ترأى لي أن أساعدها لكنك محقة يسروني أن أبيجك إذا كان هذا ما تريدينه شكرا لحضورك أبي أعني ذلك إذا بي إذا بي محنوقات مقرفة تسيطر عائلتنا على الوضع ضربة إضافية ونحصل على تذكار الفوز تحضير الكل إلى موقعه حان وقت الإقسال هيا لنرحل من هنا مهلا إننا لم نفز حتى الآن إن عائلتنا تفوز دوما يهو رائع بلعب العكس عشرة نسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد يبدأ التسلسل بدأ انطلاق المحركات كان ذلك المكان بعيدا عن الأنظار بل بعيدا عن السيطرة أتسأل إذا كانوا سيتابعون المسابقة حسنا سوف نكون الأبطال نحن الهولي رولر لأنه وكما يقول والدي دائما كوني هناك ولا تترددي لأن المترددين لا يساجلون نقاطا أبي ماذا قلت لك كريس آليس تفوز عائلتنا دوما حشرات البعود صغيرة الحجم ولكن لا تقلل من قيمتها فهذه الحشرات الصغيرة يمكنها أن تطير بين قطرات المطر كما ترجع إلى الوراء أثناء الطيران بالمناسبة لا تفعل هذا اشتركوا في القناة